عقب مجلس الأمن الدولي اجتماعاً لبحث السلم والأمن الدوليين في البحر الأحمر وخلال الجلسة حذر مساعد الأمين العام للشرق الأوسط وأسيا والمحيط الهادئ حذروا من العواقب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة لتصعيد العسكري في البحر الأحمر وخطر يتفاقم التوترات الإقليمية تواصل الأمم المتحدة التحذير من التدعيات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية السلبية للتصعيد العسكري في البحر الأحمر ومخاطر تفاقم التوترات الإقليمية لا تزال تهديدات الحوثيين المستمرة للملاحة البحرية إلى جانب خطر حدوث المزيد من التصعيد العسكري تشكل مصدر قلق بالغ ويمكن أن يؤثر على الملايين في اليمن وفي المنطقة وفي العالم